رغم مطالبات العراق المتكررة لتركيا بضرورة وقف انتهاكاتها وقصف شمال العراق اندلعت اشتباكات حدودية بين مسلحين اكراد والقوات التركية في محيط محافظة دهوك تزامنت مع قصف مدفعي لانقراء الاشتباكات دارت على قمة جبل خمتير الاستراتيجي بعد عملية انزال للقوات التركية بواسطة طائرات عمودية اسفرت عن وقع قتلى وجرحة مدير ناحية كابلون الواقعة ضمن محافظة سليمانية تحدث عن مقتل شخص وجرح ستة مدنيين من ضمنهم نساء واطفال في غارة جوية تركية في المقابل دعت الرئاسة العراقية في بيان لها الى وقف الاعتداءات التركية المتكررة على اراضيها واعتبرتها انتهاكا صاريخا لمبدأ حسن الجوار ومخالفة صريحة للاعراف والمواثيق الدولية اودت بحياة مدنيين رافضة التصرف الاحادي في معالجة قضايا عالقة موقف الرئاسة العراقية تزامن مع مطالبة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن لوقف التواغل التركي وتشكيل لجنة قانونية لاقامة الدعاوى في المحاكم الدولية لتعويض دو الضحايا يذكر ان العراق قد طلب تركيا رسميا بوقف الانتهاكات والعمل معا لحل المشاكل المتعلقة بعناصر حزب العمال الكردستانية لكن انقرة ما تزال ترفض ذلك